إذن غارات إسرائيلية على الحديدة رأاها مراقبون أنها مسرحية بإخراج رديء فشخصها تحوم حول شكوك أعداء في العلن وأصدقاء في السر ليست هذه المرة الأولى التي يجري فيها التنسيق بين تل أبيب وواشنطن والطهران ولا تغيب عن الأذهان قضية إيران كونترا شهيرة في زمن الحرب العراقية الإيرانية حين دعمت إسرائيل إيران عسكريا بسخاء منقطع النظير مع دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يشير إلى أن قيمة الشحنات العسكرية التي قد قدمت لإيران من واشنطن بوساطة إسرائيلية بلغت 500 مليون دولار حتى أن شارون تحدث عن بيع الأسلحة لإيران في مقابلة مع قناة MBC الأمريكية عام 82-900-1000 معربا عن تطلع إسرائيل لإقامة علاقات استراتيجية مع إيران من شواهد التنسيق الثلاثي كما يقول المراقبون ما أكده مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مع إيران عبر وسط سويسريين قبل وبعد الهجوم الإيراني بصواريخ وطائرات مسير على إسرائيل في أبريل الماضي شاهد آخر يشير إلى الوضع بأن الحوثي وهو أحد أهم أدرع إيران في المنطقة والذي ينفذ مئات العمليات باتجاه إسرائيل منذ أشهر ولم تصب أي منها الهدف سوى تلك التي وصلت إلى محيط السفارة الأمريكية في تل أبيب قبل أيام والتي وصفت بأنها مسرحية لتبرير طلب نتنياه للتعجيل بالمساعدات العسكرية إسرائيل بدورها ردت على الهجوم الحوثي بغارات على ميناء الحديدة يقول المراقبون أنه من غير المنطقي أن يستهدف بعملية جوية تشتعل فيه النيران لقرابة أسبوع ويعاود العمل بعد يومين فقط من الاستهداف إلا إذا كان هناك تنسيق مسبق